اشتركوا في القناة فالعقد يمثل مليون ساعة عمل في حوض بناء السفن وحوالي 250 وظيفة على مدى سنوات الثلاثة والنصف القاتمة وستقوم احواض بناء السفن نفسها ببناء غواصة انقاذ ومهام بحرية تحت الماء بـ AMIS وكانت المغرب قد اعلنت عن مواصفات سفن الدوريات التي طلبتها وقدمت شركة نافانتيا عرضها في شهر اغسطس 2020 وتوجه فريق من الشركة للمغرب لتفاوض على جوانب الفنية والتجارية واجرت اتصالات بين نافانتيا وادارة الدفاع الوطني المغربية من اجل تكيف هذه المتطلبات والمواصفات الفنية للسفينة مع متطلبات القوات البحرية المغربية وكانت قد زودت شركة نافانتيا بالفعل البحرية المغربية بزوارق دورية وسفن حربية في الثمانينيات من القرن الماضي واضف بيان نافانتيا انها تدرس ايضا خيارات تجارية مختلفة لحوض بناء السفن التابع لها في مدينة قرطاجن جنوب اسبانيا حيث يتم حاليا بناء غواصة الاس اي تي كما انها تدرس استخدام حوض بناء السفن في مدينة فيرولا والذي يتم تصنيع فرقاتة الاف ون هاندرد تين التابعة للبحرية الاسبانية فيها وهذا البرنامج الاخير هو جزء من الخطط الاستراتيجية للشركة والتي تهدف لدعم حوض بناء السفن هذا اجعله مرجعا علميا في تصميم وبناء احدث الفرقاتات وهو ما يعمل على ضمان استدامة شركة نافانتي على المدى البعيد ووفقا لوسائل الاعلام الدفاعية الاسبانية فتصميم السفن الاو بي في للبحرية المغربية سيعتمد على تصميم السفن البوكو دي فالانسيا دي لوترال والتي تعرف ايضا باسم افانتي وان تاوزين فور هاندرد وقد تم طلب اربعة سفن بي في ال من قبل القوات البحرية في فينزويلا في عام الفين وخمسة وقد تم تسليم ثلاثة منها من فئة كوايكا ماكوتو وتصف سفن الافانتي وان تاوزين فور هاندرد او بي في اس بانها سفن دوريات سحلية يبلغ طولها ثمنون مترا وحملتها الف وخمسمائة طن ومداها اربعة الاف ميل بحرية وطاقمها مكون من خمس وثلاثين بحارة وكانت وزيرة المالية الاسبانية قد اكدت خلال زيارة حديثة لحوض بناء السفن ان شركة نافانتي هي الشركة المنفذة للمشروع وسفن الدوريات من فئة كوايكا ماكوتو او الافانتي وان تاوزين فور هاندرد هي فئة من السفن البحرية الاسبانية والتي تتواجد في الخدمة مع البحرية الفنزولية للقيام بدوريات في المناطق الاقتصادية الحصرية وقد تم توقيع عقد لتصنيع اربعة من السفن بي في ال واربعة سفن بوفزي في عام الفين وخمسة في عام الفين واربعة عشر كان مكتب المدعي العام الاسباني لمكافحة الفساد يحقق في العمولة البالغة اثنين واربعين مليون يورو المدفوعة لبعض المتورطين في قضية تخص هذا المشروع وكان من المقرر تسمية السفينة الاخيرة باسم تامناكو وهو زعيم قبلي من القرن السادس عشر ولكن في عام الفين وثلاثة عشر تم تغيير اسم جي سي توني فور الهيو كودشافيز تخليدا لذكر الرئيس الفنزولي بعد وفاته وقد تم اطلاق سفينة جي سي توني فور في عام الفين وثمانية باشراف شركة نافانتيا وانتهت في عام الفين واربعة عشر وبدأت التجارب الفعلية عليها في عام الفين وثمانية عشر وهذا المشروع الفين ولي مع شركة نافانتيا أثمر عن أربعة سفن يتواجد حاليا ثلاثة منها في الخدمة وتم فقدان واحدة نتيجة حادث ويبلغ هزن السفينة الواحدة ألف واربعمائة وثلاث وخمسين طن طولها تسع وسبعون فاصل تسع متر أرضها أحد عشر فاصل ثمانية متر عمقها سبعة أمتار سرعتها واحد واربعون كيلومتر في الساعة المدى سبعة ألاف واربعمائة كيلومتر عدد أفراد الطاقم أربع وثلاثون بالإضافة إلى ثلاثين السفينة مزودة بمجموعة من رادارات البحث والتحكم في إطلاق النار كما أنها مزودة بمدفع أوتو أوم باللهرة سبنتي سيكس ميليميتر وبالإضافة لفنزويلا فقد عمل حوض بناء السفن الإسبانية على بناء خمسة سفن لصالح البحرية السعودية ففي عام 2018 تم الإعلان عن توقيع الاتفاقية مع البحرية السعودية لإنتاج فئة من الكورفتات باسم جبيل على أن يتم تسليم السفينة الأخيرة في عام 2022 بتكليفة بلغت تقريباً 2 مليار يورو فقد سلمت أول سفينتين وهم جبيل والدريعة على أن يتم تسليم سفن حائل وجزان والعنيزة في عام 2020 حتى عام 2022 ويبلغ وزن السفن السعودية 2419 طن طولها 99 متر عرضها 13.6 متر سرعتها 44 كم في الساعة والمدى 6500 كم عدد أفراد الطاقم 60 بالإضافة إلى 32 ويمكن لهذا النوع من السفن البي في أل تنفيذ مجموعة من المهام كالمراقبة وحماية المناطق الساحلية والبحث والإنقاذ والحرب المضادة للسطح والحرب الإلكترونية ومكافحة التلوث البحري ونقل الأفراد والإمداد ومكافحة الحرائق وقد صممت فئة الكوايكا ماكوتو بناء على تصميم سفن الدوريات من فئة سيرفيولا التي تستخدمها البحرية الإسبانية وتشتمل على هيكل أحادي وسطح مصنوع من الفلاذة ومعدات للتحكم في النيران كما أن هذه الفئة من السفن مزودة بأجهزة اتصالات ذكية من نوع كومنت ووصلات وروابط بيانات لينك واي وأنظمة تحديد صديق من العدو والمدفع الرئيسي للسفينة بعيار ستين وسبعين ميلي متر يمكن إطلاق نيران بمعدن مائة وعشرين دخيرة في الدقيقة لمدن يصل لثلاثين ألف متر كما تحتوي السفينة على نظام أورليكوم ميلينيوم من عيار خمس وثلاثين ميلي متر في نهاية السفينة والذي يبلغ المعدن الأقصى لإطلاقه للنيران ألف دخيرة في الدقيقة ويوفر هذا المدفع نيرانا قصير تلمدى ضد السفن الصغيرة والطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة كما تم تثبيت رشاشين من نوع براونينج أمتو من عيار 12.7 ميلي متر على جوانب السفينة ويمكن لسطح السفينة دعم عملية الهلكوبتر متوسطة الحجمة حيث أن منطقة الهبوط يمكنها استعاب مروحيات الاب 212 والاب 412 واليوروكوبتر اس 565 بانثر اشتركوا في القناة